تقابلها ولاية اختيار او ولاية شركة ولاية اختيار او ولاية ايه شركة وتكون ايه تكون في حق من تكون في حق مش القصار لا في حق مثلا البكر البنت ايه البكر البالغة بالغة هي ليست صغيرة ليست خاصرة لكنها ايه لكنها بنت لكنها بنت وهي لا تزال بكر وهي لا تزال ايه بكر فله عليها ايه ولاية لكنها ليست ولاية اجبار بل ولاية ماذا ولاية اختيار أو شركة ولاية شركة لماذا سميت بولاية اختيار أو ولاية شركة لأنه لا ينفرد دونها بتزويجها إن لم ترضى ولم تأذن لا يستطيع أن يزوجها يحرم شرعا صحيح قال عليه الصلاة وأفضل السلام وآله فيما رأوه أحمد والشيخان وأصحاب السلم وغيرهم حديث معروف ومشهور جدا لا تزوج الثيب وفي رواية الأيم حتى تستأمر يعني يسمع أمرها يأخذ بأمرها هتقول لي أمر نعم تصرح تقول آه أريد أريد أن أتزوج بهذا لا أريد لماذا لأنها ثيب يعني حصل لها الزواج قبل ذلك فارتفى عنها حجاب الحياء أو كثير من حجاب الحياء ما يمكنها أن تصرح برغبتها أما البكر التي لم يسبق لها عهد بالرجال لا تعرف في المسكين لم تتزوج من قبل فهذه يمنعها حياؤها ولا البكر حتى تستأذن النبي قال تستأذن على أنه في أحاديث أخرى عادل بينهما وذكر الاستعمار في حق البكر أيضا هذا موضوع آخر في تحقيق علمي حتى تستأذن أن يؤخذ إذنها قالوا يا رسول الله وكيف إذنها تستحي قال أحسن قال إذنها سماتها سمت يعني سمتها سماتها أو قال إيه أن تسكت قال السادة العلماء وفي معنى سمتها أو سكوتها دموع الفرح تبكي بس مش بكاء الجزاء الفرح أو أي شيء آخر يفهم من معتاد الناس هذا يقوم مقام إيه مقام إذنها إذن هذه ولاية ماذا ولاية اختيار شريكة لماذا سميت كما قلنا لأنه يتعاون معها يتعاون وإيها في اختيار الزوج طيب ما الذي يبقى له لو قالت لا أريد خلص لا يستطع أن يزوج يبقى له ينفرد هو بعد ذلك بماذا بصوغ العقد إجاب وقبول العقد كلها ماذا إجاب وقبول من الذي يقول زوجتك ابنتي أو فلانا أختي كذا من الذي يقول الولي هي لا تقول ذلك أمنوع إلا عند أبي حنيفة يقول زوجتك ابنتي على كذا وكذا وكذا هو الذي ينفرد دونها بالصوغ بصوغ الإيجاب ويكون القبول من الزوج يقول القبول من الزوج واضح يا أخواني لذلك سميت ولاية شركة أو ولاية اختيار أبو حنيفة سمّها ولاية استحباب لماذا لأنه لا يرى أصلا ضرورتها مش ضرورية كيف أبو حنيفة قال المسلمة البالغة العاقلة الراشدة يعني هذه أنستم منهم رجدة هذه الراشدة تعرف مصلحتها تستطيع أن تنفرد هي بتزويج نفسها من غير أن تأخذ حتى إذن وليها عادي عند أبو حنيفة لكن يستحب لها أن يشركها قال ولاية استحباب بحيث تعرب هي عن عن رغبتها في الأمر ثم هو يتولى صياغة العقد الجانب الذي يتعلق منه بالإيجاب أيها الإخوة لذلك سمها ولاية استحباب رحمة الله تعالى علي